تسعمية في زائد الف وثمانمية بتكون السرعة عندي اللي هي ستة وسبعة وستين متر في آآ آآ الثاني لان الحال الوات اف ايش ممكن يصير لو كان نظام معكوس يعني بمعنى انه السيارة الواقفة اللي هي التسعمية والسيارة المتحركة هي الف وثمانمية مع على فرط ان السرعة هي كانت نفس الشيء اللي هي العشرين نفس المعادلة بنحط بدل تسعمية الف وثمانمية في عشرين على الف ثمانمية في زائد تسعمية لثلاتاش وهذا منطقي بمعنى انه لو سيارة صغيرة خطت سيارة كبيرة كانت واقفة النظام رح يتحرك بسرعة ستة لكن لو سيارة كبيرة ضربت سيارة صغيرة اوكي وكانت واقفة فالنظام حيتحرك بسرعة اكيد رح تكون اكبر الآن في مثال كثير بيستخدمون في الفورنزيك لكشف الجرائم مش رح تكلم بتفاصيل كثير اللي هو بسموه احنا البندول الباليستي الآن هو عبارة عن قطعة خشبية معلقة في سقف معين او في شجرة الآن هاي القطعة الخشبية كانت اصلا واقفة ما بتتحركش اجد طلقة على هذه القطعة الخشبية بسرعة ابتدأ اي معروفة مثلا او غير معروفة بنحسبة احنا دخلت في داخل قطعة الخشب والتحمت معها فالنظام كامل هذا طار بالجو عمل كأنه بندول وصل للمكسيموم هايت اقصى ارتفاع عندنا الآن كم سرعة الطلقة قبل ما تدخل في داخل قطعة الخشب لو جينا ننظر لهذه المسألة بدور ارقام طبعا بشكل سريع لو جينا ننظر لهذه المسألة فاي بار عن مسألتين مستقلتين عن بعض المسألة الاولى اللي هي الطلقة وقطعة الخشب الطلقة وقطعة الخشب بمثل عندي نظام تصادم بما ان الطلقة التحمت في قطعة الخشب فهذه عندي تصادم غير مرد الآن النظام الثاني هو طلقة جو قطعة خشب بتتحرك كأنها بندول زي ما احنا شايفين في هذا الحال وصلت للمكسيموم هايت وبالتالي هنا عندنا في قانون حفظ الطاقة الآن بوتانشيل انرجي كايناتيك انرجي بوتانشيل انرجي عندي لتيجة الارتفاع ما فيش حركة لانه وصل المكسيموم هايت والكايناتيك انرجي اللي هي كانت عندي هاف توتل ام في في سكوير الآن مستخدام الموجودات عندي هذول اللي هم التصادمات والهذا التصادم هذا الجزء التصادم وهذا الجزء هو عبارة عن حفظ الطاقة ممكن احنا نحسب كم سرعة الطلقة البدائية خلينا نشوف كيف الآن الطلقة استضمت في قطعة خشب والتحمت فيها زي ما احنا شايفين والنظام كامل يتحرك كبندول الآن ندرسها بالعكس الآن مجي اتش اللي هي عندي البوتانشيل انرجي بتساو عندي هاف ام في سكوير في مين هي في لخشبة قطعة خشب مع الطلقة اوكي اللي هي السرعة النهائية السرعة النهائية لهذا النظام اللي هي نفسها او عفوا السرعة التدائية لهذا النظام هي نفسها السرعة النهائية لالنظام هذا قبل اه بعد التصادم اذا طلقة قطعة خشب سرعة الطلقة في وان انيشيل احنا بنياها الخشب سرعتها صفر الآن الطلقة لما التحمت في اه قطعة الخشب تحركت بسرعة بي بي لان بي بي عندي بتساوي اللي هي ام ون بلس ام تو في البي بي اللي هي الفاينل بتساوي عندي ام ون بي وان اي بلس ام تو بي تو اه للبلاك بتعويض الارقام بتكون عندي بتعويض الرموز بتساوي عندي امون في على امون بلس ام اه تو لان زي ما احنا شايفين انه سرعة هذه هي سرعة القطعة الخشب مع الطلقة بتساوي عندي امون في اون انيشيال على امون بلس ام تو لان سرعة الطلقة اه مع قطعة الخشب اللي هي الفي بي في النظام الاول او السرعة النهائية في النظام الاول بتمثل السرعة التدائية في النظام الثاني فالكايناتك انرجي بتساوي زي ما حكينا قبل شوي بتساوي عندي كايناتك انرجي بيعاد الترتيب بيلاقي انه امون سكوير في امون بلس ام ام تو الان بيعادة اه تجميع الحدود كلها مع بعضها الان بيلاقي ام جي اتش بتساوي عندي اه باستخدام معادة لام جي اتش وحافظ الطاقة بيلاقي انه بي وان اي بتساوي عندي امون بلس ام تو على امون في سكوير روت اوف جي اتش زي ما احنا شايفين اه في هذه الحالة الآن مثال ثاني على هذا النظام هو صندوق كتلته امون بتساوي عندي اينيش يو اتش اذا صندوق اه كتلة امون هذا بتحرك بسرعة مقدارة اربع متر في الثاني لاليمين الآن صندوق ثاني يتحرك لليسار بسرعة مقدارة ناقص 2.5 متر في الثانية في بينهم زنبرك الآن هدف من فكرة وجود الزنبرك هذا أنه يكون عندي تصادم مرن يعني لما يلتحموا مع بعض أو مش رح يلتحموا لما يصطدموا مع بعض رح يرتدوا عن بعض بشكل مستقل الآن رح نضغط هذا الزنبرك وبعدين سنعنا عملية ارتداد عكسي لهذه الكتل إذا كان ثابت مرونة هذا الزنبرك 600 نيوتون 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 برميتر الآن أعطيني كم سرعة هذا الصندوقين بعد عملية التصادم الموجودة عنه الآن بما أنه هذا التصادم تصادم مرن وبالتالي أنا رح سألجأ مباشرة للمعادلتين حكيت عنهم قبل شوي هذول هذول الثنتين هون فسرعة النظام الأول النهائية هاي معادلة جاهزة وسرعة النظام الثاني النهائية هاي المعادلة هذي جاهزة بالتعويض فيهم الآن آآ بحطة طبعا الإشارات لازم نحتفظ فيها زي ما هي الإشارات هون طبعا حل السؤال بطريقة مختلفة بس أنا ما بهم هنا بهمني أعرف أتعامل مع المعادلات الموجودة عندي هون بستخدم الحفظ الزخم وبالطاقة الحركية هذا كله ما بهمني بهمني استخدم المعادلتين حكيت عنهم فوق ممكن نحسب بكل سهولة اللي هي آآ سرعة النظام الأول النهائية وسرعة النظام الثاني آآ النهائية بالتعويض رح نلاقي أنه السرعة بتساوي ثلاثة واثناش وسرعة النظام الأول ناقص ثلاثة وثمانية وثلاثين وهذا جواب منطقي لأنه آآ النظام الأول رح يرتد للخلف وبالتالي سرعته ستكون نيغاتيف والنظام الثاني رح يرتد للجهة اليمين وستكون سرعته آآ موجبة وهذا كلام منطقيا مقبول الآن حدد سرعة الصندوق الثاني خلال التصادم في اللحظة اللي كان فيها البلاك الأول يعني الآن هذا النظام الأمون بتحرك بسرعة أربعة لكن لما اصطدم بالزنبرك رح تبلش تقل سرعته شوي شوي في اللحظة اللي كانت سرعته بتساوي ثلاث أحدد لكم سرعة هذا النظام اللي هو هذا طبعا بكل سهولة بتسخدام الزخم الآن قبل وبعد زي ما احنا شايفين فبالV2 فاينل بتساوي M1 V1 إنيشيل بلس M2 V2 إنيشيل مينوس M1 V1 فاينل على M2 بالتعويض بالأرقام بيلاقي أنه مينوس 1.74 الآن مينوس 1.74 معناته أنه لسه الجسم الثاني بيتحرك بيتقل اليسار بهذا الشكل بعده رايح بهذا الاتجاه بهذا الشكل الآن هذا معناه أنه الجواب عندي مينوس 1.74 ومنطقيا هذا الكلام أكيد صحيح الآن كم مسافة انضغاط هذا الزمبرك في هذه اللحظة الآن في هذه الحالة الآن في عندي حفظ الطاقة تغير في الطاقة الحركيزة تغير في التعويض بس في الأرقام موجودة عندي في المعادلة الأولى هنا هذي هكون عندي اللي هو مسافة انضغاط هذا الزمبرك في هذه اللحظة تحديدا اللي هي 0.173 ميتر اللي هي طبعا الأرقام موجودة عندي اللي هي السرعة السرعة الثلاثة والسرعة هون أريد حسبناها مينوس 1.75 لهذا النظام الآن ضل عنا اللي هي الكليجينز انتو دابلش إن شاء الله المرة القادمة بينكمل في هذا الجزء شكرا لكم